انطلقت الجياد في شوطها الثامن على هدية نادي الفروسية جياد وفراس المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر مفتوح الدرجات على مسافة 1800 متر قيمة الجائزة الفائز المركز الأول سيارة والجائزة النقدية 60 ألف ريال للثاني وحتى الخامس وهذا الشوط بمشاركة بارك الخير تيكيت توبرا دايس دوفير كاسل التوبيت رسبكت الأبرز كلالو بيتشاند صندانس ربيل راديو بنتو مينيوم خاشع سايلانت ماستر كمعان حبيب زيد رونواي بيقاسوس قدام راس بوتين وابن مالك وايام فرانك وقدام متصدر الآن في المركز الأول محاولات من ابن مالك من الداخل وأيضا من بقية الجياد في هذا الشوط وشاهد كلالو أيضا محاولات للتقدم وأيضا من قبل بقية الجياد في هذا الشوط وآيام فرانك من الخارج وابن مالك متصدر الآن في المركز الأول متابعة من قدام وأيضا آيام فرانك في المركز الثالث وأيضا المركز الرابع لألتمت رسبكت ومتابعة أيضا من بقية الجياد التي تقترب الآن من الطريق المستقيم باجتيازها للمنعطف الأخير وابن مالك متصدر في المركز الأول محاولات الآن من قدام في المركز الثاني ألتمت رسبكت وبقية الجياد في هذا الشوط تتنافس بقوة للحاق بابن مالك المتصدر قدام محاولات لأخذ الصدارة من ابن مالك المتمسك بالصدارة في هذه الأثناء وقدام يتصدر مع الدخول القوي لبقية الجياد في هذا الشوط رونوية بيغاسوس دخول قوي رونوية بيغاسوس إلى خط النهاية وهدية نادي الفروسية الفوبروك إذن رونوية بيغاسوس